ثلاثة سدود أساسية يتوقع العراق ارتفاع خزينها المائي بعد موجات الأمطار الغزيرة والسيول وعبر المناطق في شماله البلاد وزارة الموارد المائية اعتبرت أن ارتفاع الخزين المائي في السدود العراقية الأساسية بين سد دوكان ودرب اندخان والأعظام سيعيد البلاد إلى توازنها المائي المنتظم والذي يأتي بعد تحصن مستويات المياه في أهم الأهوار العراقية جنوبا أعيدت الحياة إلى الأهوار والأحياء المائية والسمكية إلى هذه الأهوار الثلاثة الكبيرة إضافة إلى أن الأمطار التي ستسقط هذه الأيام إن شاء الله في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ستسهم في رفع الخزين المائي في السدود مثل سد المنصل وسد دوكان وسد دهبندخان وسد حمرين أيضا وسد العظيم هذه التي عانت من تدني مناصبها في الأيام السابقة ويرى مختصون في شؤون المياه أن ارتفاع مستويات المياه في الأهوار يعد أبرز ما حصل على مستوى التغير المناخي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط لسيما وأن التحسن البيئي في هذه المسطحات المائية يعد مؤشرا مهما لقياس تقدم أو تراجع الوضع البيئي الأحيائي في هذه المناطق هذه المطار استطاعت أن تحقق نسب أغمار في الأهوار والآن نستطيع أن نقول لدينا أهوار لأن انتعشت جوانب عديدة من معيشة السكان وعدد من السكان رجعوا لزاولة أعمالهم في الصيد وتربية المواشي خصوصا وهناك علف خضري حدث الآن بالأهوار خضرت القصب والبرد انتعشت ومساحات لا بأس بها وإن لم تكن المساحات المطلوبة وسجلت وزارة الموارد المائية ارتفاع مستويات المياه في أهم الأهوار العراقية بينها هور الحوازة ثم الأهوار الوسطى التي امتلأت عبر نهر دجلة وليس ختامت بهور الحمر عبر نهر الفرات من بغداد صابرين كادم العراقية الأخبارية